شؤون طربوية مستمعين الكرام مستمعاتين الكريمات السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي شؤون طربوية موضوعنا في هذه الحلقة مطارحة والإطلاع على مضامين البرنامج الوطني لتعزيز قيم التسامح والمواطنة والسلوك المدني والوقاية من السلوكات الموسيقية ضيوفي في هذه الحلقة بالستوديو سيديو ديحير قراري الله الرحمه محطة الجهة والإذاعة بيوجداء الأستاذ عبدالقادر بوتشيش رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي بالأكاديمية الجهوية لتربية وتكوين جهات الشرق مرحبا بك أستاذ عبدالقادر أهلا ومرحبا الأستاذ الصايم وبالجمهور الوجدي وفي الجهة الشرقية أهمة مرحبا وعبر الهاتف سيكون أو معنا عبر الهاتف من مدينة بركان الأستاذ يحياء بن فارس المنسق الإقليمي للبرلامج بمديرية الإقليمية التي تتربية وتكوين ببركان مرحبا بك سيحياء وسيحياء مرحبا بك سيحياء مرحبا بك سيحياء مرحبا 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 بك الموضوع بالنسبة لنا للمستمعين للمستمعات الجمهور المتمدرسين المتمدرسات والفضاء أو الأطر التربوية والشركاء هو كيفاش تمر أجراء والأنشطة تاع البرنامج الوطني لتعزيز قيم التسامح والمواطنة والسلوك المدني والويقاية من السلوكات المشيين بوسط المدرسي والتي تقريبا التفاصيل والتطبيق والتنزيل على أرض الواقع بدأت تقريبا في 2017 نبدأ أستاذ عبدالقادر نبدأ معك تعريف البرنامج كيف جاءت الفكرة وشيكون هما الشركاء المحل ندد الترحاب وسعيد بتواجدي هنا في إداعة وجدة الجهوية لمناقشة موضوع آخر ضمن برنامج شؤون طربوية الذي يعنى بكل ما هو طربوي داخل الجهة إذن لا يخفى الجميع أهمية الحياة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية وما لها من أطر على التنميذ وعلى تحصيله الدراسي في هذا الإطار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكويل لجهة الشرق فمن خرطة مجموعة انتع البرامج لكما قلت ترموا الارتقاء بجودة الحياة المدرسية ومن ضمن هذا البرنامج برنامج تعزيز التسامح والسلوك والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي يعني من أجل تعريف المستمع الكريم بأهمية هذا البرنامج والأهداف نتاعه فهذا البرنامج هو بشراكات مع بشراكات مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعني وهي من الضربة والقراءة من خلال إغناء كل الأنشيطة التربية والتعليمية وأيضا تعزيز القيم الإنسانية والتقاليد والأعراف الخاصة بالمجتمع المحلي والجهوي وأيضا رفع يعني من الأهمية نعم هاتا الأهداف غدين نشوفوها أكثر هاتا تبين أهمية هذا البرنامج مشاركة واحتضان الأمم المتحدة ببرنامج ديالها للتنمية لهذا يعني كان هناك توجه وجهود دولية اللي كاتب نفاصل المسمع الكرام ونرجع إلى الموضوع يعني نزيد نرسخوا المفهوم تحت البرنامج والمضامية ديال البرنامج والهدف دياله فاصل ونعود إليكم موسيقى 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 اذا مجددا مستمعين مستمعاتينا تحية لكم في كل موضوعنا في برنامج هذه الحلقة من برنامج شؤون تربوية على أثير إذاعة وجدة إذاعة جهة الشرق هو برنامج تعزيز قيم التسامح والمواطنة والسلوك المدني والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي معي في السيديو مشكورا الأستاذ عبدالقادر بودشيش رئيس المركز الجهة والتوتيق والتنشيط والإنتاج التربوي الأكاديمية وعبرها التي بمدينة بركان أستاذ يحيى بن فارس المنسق الإقليمي للبرنامج بالمديرية الإقليمية للتصربية وتكوين ببركان ونمشي بمبارسة البركان بعدما شفنا تقديم ديال وسمعنا تقديم ديال تعريف بالبرنامج مع السيب وتشيش أستاذ بن فارس عملكم داخل المديرية لتنزيل وأجرأت هذا البرنامج في كل سنة منذ 2017 أستاذ بن فارس شكرا سيدي حميدة الصيم أولا نريد أن أشكر الإداءة الجهوية والتي عودتنا بهذه اللقاءات وهذا الاهتمام بكل ما يتعلق بمنظوم التربية والتعليم وهو اهتمام في اعتقاد ينم على وعي المحطة بأن الهم التربية هو همو المشترك لأنه يتعلق بفلدات كبادنا وبرجال المستقبل وبمغرب الغد الذي تتحدد معالمه انطلاقا من تفاعل الأسرة والمجتمع والمقرصة أريد أن أشكر كذلك إلا سمحت لي أخي وصديقي الأستاذ جلال عبدالقادر ربوتشيس الذي يبصم على عمل جبار على رأسي وحدات الإنتاج تربوي بالأكاديمية والسر في ذلك هو أنه يقدم العمل التواصل المبني على الحوار والنقاش عالمه هو رسمي إداري وهذا توجه ناجح في التدبير الإداري لأنه يسهل العديد من العمليات خاصة لما يطبعوا منها بالطابع الجاي فتحية تربوية لكما أخي وآه مرحبا خاصة والمركز يعني عنده المجالات للاشتغال مهمة لا من ناحية التنشيط لا من ناحية الإنتاج التربوي لا من ناحية توتيخ ذي الأنشيطة تفضل سيحية شكرا إذن كما أشرت في الحمدة أن هذا البرنامج انطلق سنة 2018 بتوهقي اتفاقية شاركة بين وزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية وفي هذه السنة منطقة يلا هو واحد المئتين مؤسسات علمية على المستوى الوطني كان الحظ البركاتين فقط اللي هما مؤسسة تريفة الإعدادية ومؤسسة بنسينة فهذه المؤسساتين ما كان بإمكانهما أن يديروا مشهودات كبيرة ويعرفوا بهذا البرنامج داخل المؤسسات الأخرى خاصة أنهم تتزامنوا مع الجائحة والجائحة وقفتنا في زادة العملية فإذن كان ننتظر حتى الـ 2021 اللي تزادت خمسة ديان المؤسسات خمسة ديان المؤسسات اللي تزادت المدينة بركان وخمسة ديان المؤسسات استعتاد عنها بطبيعة الحال أن نضع من خلالهم برنامج ونضعها حلية للتصاور والاجتماع هذه المؤسسات كما قلت في إطار العمل الجماعي أخذنا مجموعة محطات للمي اشتغلنا عليها المحطات التي اشتغلنا عليها هي محطات الأولى هي المحطات التشاركية يعني في إطار جماعة وفي إطار هذه الجماعة أولاً على الاستغال على ما كان رائزاً في تلك الوقت هو مشروع القانون الأساسي لبؤسسة ربيع والتاكيب بحيث أقمنا نقاشا وقراءة مستفيدة تضمنت العديد من الملاحظات والأفكار والمقترحات والتوصيات التي تهمت هذا القانون لأن هذا القانون الأساسي لمؤسسات الطربي والتعليم يهم العلاقة ما بين تلميذ الأستاذ تلميذ المؤسسات تلميذ الإدارة وتلميذ تلميذ يصبوا في هذا الإطار ما يسمى بمسروع الأبيتدوسي ثم اشتغلنا وخرجنا بواحد الكتيب المهم خرجنا بواحد الكتيب تضمن العديد من التوصيات ودرجناه فيما يخص بالبحث العلمي لأنه من الأهداف البرنامج الأبيتدوسي يعني البحث العلمي تربوي البحث العلمي تربوي بطبيعة الحال فهي من هذه الشبكة المنسكة للحياة المدراسية التي كانت لدينا ججولة وسبعة يمكننا أننا نجلو هذا العملي في الإطار دائما العمل المشترك اشتغلنا في إطار المؤسسة المنضوية في هذا البرنامج التي هي إعدادية 8 بلو عرسان على ما يسمى بلوك في القصة القصيرة وفي القصة القصيرة التي كانت تتميديه ريان وهذه أهدفات السنة الدرسية هذا السنة هذي في 2021-2022 وخرجنا كذلك بكتيب مهم جدا لأن كان في شكل مسابقة والمسابقة ما كانتش على مستوى المؤسسة بحدى وإنما شاملت جميع المؤسسات تعليمية للمدينة بركان حتى الخصوصية منها كانت مسابقة مهمة ودرنا لها التحكيم اللي كان فيها أساتذة مهمين ووفرنا للعامل القصصي مهم للتلاميذ من إبداع التلاميذ من إبداع التلاميذ من إبداع التلاميذ أستاذ يحيى بن فالس هم اقترحوا المضامين تعلق القصص أو أنتم وجهتهم باللي القصص تكون في اتجاه هذ القيم تسامح المواطنة والسلوكة والسلوك المدينة طبيعة الحال لأننا سنشتغلوا في إطار البرنامج وما دمنا نشتغلوا في إطار البرنامج يجب أن يكون مجزة إلى هذا البرنامج فإذن كما قلت لك التيمة الموحدة كانت هناك تيمة موحدة اللي هي ريان والطفل ريان والبئر وهذا الموضوع اللي كان استغطر بالاهتمام مشيغي ووطني ومشيغي وهذا استغطر بالاهتمام دولي فإذن خرجنا بواحد المنتوج مهم جدا ويحمل عديد من القيام ويحمل عديد من المضامين المهمة عديد من القيام ويحمل عديد من المضامين المهمة وأدرجناه في كتيبين وهذا الكتيب أخذ واحد الاهتمام مهم داخل المديري التقليم ومجهنا كذلك ما الذي يمكن القصة؟ أتماش القصة ما بين القصة الابتدائية والإعدادية والتعليم الخصوصي كذلك وموقعها ممضات سلاميد ممضات من سلاميد وأدرجت بصورهم وأدرجت بتقرير كذلك بتقرير اللي نتحدث والكلمة المدير الإقليمي والكلمة المنسيق الإقليمي فإذن كان كتيبا مهما وهو أول منتج قصصي فني إبداعي يعني بالأدب ديال الطفل هذا من جه ثم اجع في كذلك هو هذا القلم الساد يحيى بن فرس باش نشوفه عودتاني وجداء بركاني بنى المدير الإقليبي تقريبا عندها واحد زخم مؤسسات ولكن زخم فيه وخجة كورونا وخا فيه واحد تراكم هذا التلميذ عندما يساهم بهذا البرنامج بإبداعه الأدبي الفني إلى آخره ويتم تقدير العمل ديالو يعني عمليا يحس بهذا قيم التسامح المواطنة لأنه في اعتراف العمل ديالو في تقدير ديالو نعم نعم طبيعة الحال لأن سيدي سيدي لإبداع في جو ديمقراطي نعم كي يعطيها ذاك الجانب ديال الحرية المنوح للمجموعة التي يمكنها التعبير عن نفسها وأفكارها وحاجياتها دون خوف أو تردد فإذن التلميذ كانوا أحرار داخل بيوتهم أن يعطونا هذا المنتج وتمنى هذه المنتج سابة الأساتذة مشكورين نجد تحكي أن كان فيها طاقة إبداعية كان فيها السيد الخنين اللي هو قاص عربي مش على المستوى المحلي كان فيها أساتذة في إحياء في إحياء وسعر القدر وهو أدكات رديلنا في اللغة العربية فإذن كان هناك تتمين لهذه العمان نعم يعني تقدير تكون هاد تجريبة ولا هاد يلا بغينا أقول هاد تنزيل ديال هاد برنامج يكون يشكل واحد المشتل يمكن يتبنى عليهم واستقبالا إن شاء الله أنا لا سمحت أستاذ يحياء بن فارس نبقى معنا نرجعه للوجداء ونشوفه مع الأستاذ عبدالقادر بوتشيج على مسوى من جهة الجهة كاملة كيفاش تم تنزيل بشكل تدروجي ولا بشكل هذا البرنامج ووجده يعني مدير الإقليمي دير وجده إذن إلا سمحت لي سيحمد مشكورا أودو أن أتمنى مدير الإقليمي دير وجده إذن إلا سمحت لي سيحمد مشكورا أودو أن أتمنى أن هذا البرنامج يعني يتخذ مجموعة من الآليات بشي حقق الأهداف نتعو مضم الآليات ليجت طبيعة الحال دمنا تدخل مداخلة السيحية بالفارس وكلها تصب في الأهداف اللي ذكرناها سابقا نعم يمكن أن نستعمل أن نرتكز على الرياضة من أجل بلغة هذه الأهداف نعم ففي الرياضة هناك قبول هزيمة الروح الرياضية تعامل المباشر المباشر مع الآخر بتسامح يعني كل هذه القيام نحقها من خلال الفنون التشكيلية من خلال المصرح من خلال القصة القصيرة مختلف الإبداعات نوجهها من أجل خدمة هذه الأهداف هذه مسألة مهمة إذن بالنسبة كاجهة يعني من أجل تعريف يعني للمستمع الكرام الآن وصلنا إلى 45 مؤسسة وإن شاء الله مع النهاية سنة 2022 نطمح إلى بلغ 99 مؤسسة تعليمية بالسلك التناوي لأن الابتداء هذا البرنامج لم يجهش له إذن الاشتغانة كي يتم كباقي المحاور الأخرى يتم عبر المديريات عبر المنسقين الإقليميين وعبر المنسقين المحليين داخل المؤسسة يعني كنكون واحد شبكة لكي يكون بناتهم وحتى التواصل المهم من أجل تمرير جميع هذه العمليات ونقدر نعطي مثال المسألة المهمة التي برحنا فيها وهي الختام تحت الأنشطة تحت برامج دعم التسامح فمثال الآن في نهار 27 في الشهر الاثنين المقبلين إن شاء الله كل مديرية إقليمية مطالبة أنها تنضم أبواب مفتوحة هذه الأبواب مفتوحة التي ستتعرض المنتجات نقوله ستنضمه ستنضم إن شاء الله إن شاء الله ستنضم أبواب مفتوحة كل مديرية إقليمية وغذي تختار مؤسسة تعليمية مشاركة في هذا البرنامج على أساس تلك المؤسسة التعليمية ستحتضن باقي المؤسسات باقي المؤسسات ستساهم بجميع الإنتاجات الآن نحن نقطف الورود جميع الإنتاجات التي كانت هذه السنة ثمار الخلاصات ثمار الخلاصات سوف تعرض وهذه الأبواب المفتوحة ستكون مفتوحة لجميع المؤسسات التعليمية سواء كانت منخارطة أو غير منخارطة نعطي المثال مثلا في مديرية وجدة أنقاد ستكون لدينا التنوية الإعدادية للفاسي هي التي ستحتضن هذه الأبواب المفتوحة الإقليمية 27-28 يوم 27 يوم 27 بالطبط سيتم أرض المنتجات سواء كانت رسومات فنتشكيلية مصرح قصة قصيرة خطابة موسيقى كل شيء يساهمه في دعم التسامح وتعزيز السلوك المدني والوقاية على أساس نهار 28 سيتم متنظيم سيتم متنظيم وسأعود لتفاصيل مخيم طربوي لفائدة هذا الـ 45 مؤسسة بمدينة الناظر سيتجه التلاميذ أربعة الممتلين على كل مديرية ورفقة مؤطرهم إلى مدينة الناظر من أجل مخيم طربوي تتخلهم مجموعة من الأنشطة التقافية وزيارة مآتر سياحية ومعالم ثقافية هذا يوم 28 نعم يمكن تكمل بقالي غير واحدة المحطة أخيرة بقالي محطة أخيرة اللي هي يوم 30 يونيو اللي ستكون الخميس بعد المقبل إن شاء الله الذي سينضم منتدى جيهاوي منتدى جيهاوي اللي ستنضم بإعدادية الرياض هنا بمدينة توجده ولكن ستحطره جميع المديريات الإقليمية وستساهموا برواق كل مديرية تساهم برواق تعرضوا أحسن المنتجات في إطار هذا البرنامج ديال أبيتي دوس اللي هو دعم تاموح وعلى أساس يكون في نفس الوقت في نفس الوقت واحد تكوين الواحد ستين المؤطرين من أجل دعم القدرات المؤطرين تربويين المؤطرين تربويين طبعا تلميذ سيستفيدون من مختلف الأنشيطة سواء ورشات في الرسم ورشات في المسرح ورشات في الموسيقى سيعرضون منتجاتهم وفي نفس الوقت سيستفيدوا مؤطرهم من دورة تكوينية في خلايا الإنصات والاستماع من أجلس قوية القدر المهمة دي الإنصات والاستماع هي مهمة مهمة جدا وفي نفس الوقت سيتم تنظيم دوري التسامح في كرة القدم بين أربع تنويات إعدادية إذن سيكون يوما حافلا وهي بالمناسبة دعوة لجميع المؤسسة التعليمية أولياء الأمور أنهم يزوروا هذا المنتدى الجهاوي وجمعية أولياء تلاميدهم جميع الشركة معنيين كلهم معنيين بهذه الأمالية لأن هناك إنتاجات قيمة تصدعي أن الإنسان يزورها نعم نرجع للبركان مع الأستاذ يحياء بن فارس المنسق الإقليمي للبرنامج تعسيس برنامج تعسيس قيم تسامح المواطن والسلوك المدني بالوسط المدرسي أستاذ يحياء بن فارس كنت في تقديم لكم التفاعل المديرية وتفاعلكم تنزيل هذه المضامين القيم الإنسانية قيم التسامح تكرتوا العلاقات اللي أبقى نقول المتداخلة ولا المتكاملة اللي نفرض أنها تجسد فيها هذه القيم علاقة تلميذ بالعائلة علاقة تلميذ بالمعلم والمعلم بالتلميذ علاقة تلميذ والتلميذة بأخيه وأخته تلميذة والتلميذ هذا تجسيد ديال القيم في هذه الدوائر الإنسانية في هذه علاقة الإنسانية كيفش بلورسه إلى جانب آلية الإبداع نعم سيسايم نحن كنعرفه بأن الإقائم لبحث عن نموذج من الكيام المعايير نعم وهذا النموذج لا يمكن بناؤه إلا عبر صيرورة متدرجة من خلال تجاوز الهفوات والسلبيات والأخطاء وهذا ما يرم إليه برنامج الأبيتدوسي داخل المؤسسة التعليمية لأن المؤسسة التعليمية فضاء لعدة أشكال ونمذج من سلوكات والقيام والمعايير التي تتراوح بين ما يخدم المتعلم وما يتناقض والقيام والمعايير التي تريدها المؤسسة وتريد إشاعتها من هناك يأتي المشروع ديال البرنامج الأبيتدوسي وتدوال ومعقوليته والذي من أهدافه الأساسية تصدير العديد من الأفكار السلبية التي لا يمكن معالجتها من خلال بروس فيها بالتالي هذا المشروع كان ناوس ومكننا من مقاربة جموعة من المفاهيم مع المتعلمين من خلال أنشطة تستهديف تنفي المواطنة يمنعين فكريا من طبيعة الحال والتي بالآن أعطت نتائج مهمة من خلال المشروع لأن هذا المشروع ينضويد حتى مشروع كبير وهو مشروع المؤسسة ومشروع المؤسسة من المقاصد دياله جعل المؤسسة التعليمية فضاء متميزا يتميز فيه المتعلم بتفجير طاقاته استثمار القدرات العقلية دياله من خلال مجموعة من المشاريع وكنشوفوا داخل هذه المشروع كايين مشروع البؤسسة كايين مشروع الترباوي مشروع القيس مشروع الشخصي مشروع النادي المشروع الرياضي ففي ضل هذه المشاريع كلها يأتي مشروع التسامح وانبد العنف والسلوك المداني الابتدرسي ليضع تصورا يضمنوا الانسجام والتكامل لأن كل هذه المشاريع تقف على لأن كل هذه المشاريع تقف على الفرض الذي تتمتل من خلاله وفيه هذه المفاهيم وفي سلوكاته تجاه نفسه وتجاه الآخر نعم ففي ضل هذا كيأتي كذلك هاد كيأتي هاد الأبواب المفتوحة لأن حينما نتحدث عن الأبواب المفتوحة كما أذكر أخي وصديقي سياب القدري بوتشيش الأبواب المفتوحة هي المحطة التي على أساسها ومختلف المحطات اللي درناهم كان بنوا عليهم هاد الأبواب المفتوحة يعني كتكون تقيمية طبعا هذه كتكون تقيمية كتكون أبواب المفتوحة للجميع الأبواب المفتوحة هو نتاج عمل نتاج عمل بدأ منذ سنة 2018 كما أذكرنا في اللوم نعم وهذا الأبواب المفتوحة احنا وقعنا له برماماج إذا سمحتون نقدموه هذا البرماماج مزيان 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 بركان نعم الله اللي سيكون تسعة إلى العصرة العصرة والنصف عندنا ثلاث محطات مفتوحة تواصلية المحطة الأولى التي ستجمع السادة مدراء المؤسسات التعليمية المنخرطة في المسروع بين مدرائهم في المؤسسات الأخرى في إطار التقاسم بينتهم المحطة الثانية هي التي ستجمع المنسقين الإقليميين اللي هما سبعة بممثل إجمعية الآباء والأمهات والأساتد المشتغلين داخل الأنبياء الطربوية والمحطة الثالثة اللي هي تلميذ واللي غد يكون فيها لقاء بين التلاميذ المؤسسات المنخرطة والتلاميذ الذين سيحلون ضيوفا على المؤسسات المنخرطة ثم بعد هذا المحطة إن شاء الله ابتداء من ناش غد يتكون هناك مجموعة الورشات هناك ورشة حول الدكاء العاطف اللي غد يأطرها الأستاذ مغنوس صلاح من تنويت بن سينة وورشة أخرى حول عرض منتجات ووتائق طربوية ومع عرض منتجات ووتائق طربوية ومع الصور اللي غد يتقدمها تنويت التنفة الإعدادية كذلك عرض تجربة لمؤسسة علمية اللي هي تنويت الشوحية الإعدادية واللي تتواجده في مدار القراوي وكذلك هناك لقاء مفتوح مع التلاميذ اللي غد يأطرصي المدير تنويت عثمان بن عثان الإعدادية لنختتم كل شهاد عرض الألعاب لها وطلق اللي فيها سكراب فيها الشترانج فيها المونوبولي وسوأل وجواب ثم بعد ذلك غدي يكون واحد الفيلم اللي يتضاء العملية التنمر بين الشباب وشاهدة فيلم طبيعا هذا كله كما هذا اليوم هذا نعم يعني في تأثير دياله الزماني نفس تأثير اللي ترحو الأسد بوتشيش 27 28 30 نعم هذه محطات جهوية نعم وفي نفس الوقت المديرية ومنها المديرية بركان ديال تربيوتكوين غدي تشارك في الملتقى الجهوي 30 وتشارك كذلك في المخيم الذي سيكون إن شاء الله بمدينة النظر نعم أنا في ختم هذه الحلقة سؤال تقريبا بين بيناتكم موجه إليكم الأستاذ بوتشيش معي في السوديو والأستاذ بن فارس بركان نعم موقع العائلة أو الجمعية أعمال الشيما جمعية أولياء وأباء وأمهات تلاميذ والأطور التربوية في تنزيل مضامين هذا البرنامج على أرض الواقع لأن هذه كان سترت عليها كي قلت باللي علاقة تلميذ بالمعلم مهمة هذه القيم هذه تكرس ما بين تلميذ والتلميذ ما بين تلميذ والمعلم ما بين المعلم والتلميذ ما بين الإدارة التربوية والأطور التربوية يعني هذه القيم معنيين بها كجميع يعني كي نقول معنيين بها داخل فضاء التعليمي ولكن ترى المجتمع كله معني بها نبدأ بس بوتشيش موقع الأطور التربوية في هذا المصار اللي قطعتوه في تنزيل وأجرأت هذا المشروع اللي أبغينا نقوله لمشروع كبير ويتم التنزيل دياله بتعاون مع البنود مع المنظمة الأمم المتحدة التنمية أو المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أين في هذه التجربة وخشوية هرستها لأنشطة جائحة كورونا ولكن كيف شوفوا هاد الأطراف وجودها داخل هاد تنزيل أمم المتحدة بمعنى أنه إذا نريد أن نجح واحد العملية أولاً كان نعتمد على الإمكانية الذاتية نتعنا وكان نقلب على الشركة نتعنا هذه نجح الموقع نتع الأطور الطربوية أو موقع الإدارة الطربوية فهو موقع مهم جداً لا يمكن لنا كاجهة أن ننزل أي برامج كيفما كان إلى ما كانت تعاون تحت هذه الأطور الإدارية والطربوية داخل المؤسسات التعليمية لأن هم اللي كيشرفوننا على النوادي الطربوية هم اللي كيأطروننا لوليدات هم اللي كيستفدون التكاوين وكينقلوا ديك تجريباً تاحمو ديك القدرات اللي كتسبوا أثناء التكاوين باش كينقلوها للتلاميذ بمعنى هم اللي رهم يتواجهون على الواقع اليومي هم اللي رهم يتواجهون علىه يعني داخلين في خير ضم التنزيل هذا شيء مسلم نعم هذا القصة ديالي ونشوفه هذا المدخلة ديال المقاربة ديال الأستاذ بن فارس هو داخل هذيك مضامين الأنشطة حضور لا بغينا نقوله كموضوع حضور العلاقة تلميذ تلميذ في التسامح السلوك المدني قيام المواطنة ولا قيام تلميذ 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 معلم معلم تلميذ ونشوفه معاسي بن فارس واش كان في هذا التجربة من 2018 حتى اليوم في التنزيل أنشطة اللي كتحاول اشتغلتو على القصة يمكن تكون اشتغلتو على أشكال تعبير أخرى وأنشطة موازية أخرى كيفاش تشوفو هاد الدوائر العلائقية داخل هاد البرنامج شكرا سيدي حميد وفي الحقيقة كما قلتوه كما يشار سيدي بقدر وكما شرطون تنمى البرنامج لازال في محطاته الأولى لازال جانيني يندقنا لأنه باعتبار الجائحة اللي قدت منه سنوات وانطلق في الـ 2018 ولكن حتى الـ 2022 في الحقيقة وبينا نتحرك في هذا البرنامج إنها كانت الجائحة ووقفة العمليات كلها ولكن الإصرار ذي المؤسسات التعليمية في أن يعطوا لهذا البرنامج أهميته كان مهم منه كانت هناك العديد من المحطات في هذا السنتين 2021-2022 كانت العديد من المحطات والعديد من الحويزات اللي كانت مهمة أنا أذكر بعض الأنشطة اللي كانت داخل لمؤسسات اللي كانت مهمة كان هناك مسرحية حاولت أنا أذكر بعض الأنشطة اللي كانت داخل لمؤسسات اللي كانت مهمة كان هناك مصرحية حول التنمور بالوسط المدرسي بتنويض حدوسين الإعدادية وعلى هامش واحد من دواء علمية التي لقيت صدى كبير ومهم حتى أنكم في الإداءة الجهة ويركم استدفتوا الأطور ديال المؤسسة في أحد البرامج ديالكم في إعدادية عتمام العفان اشتغلنا على الكستة كما ذكرت وكانت هناك كذلك مسابقة للرصب في التنويض الحسن الثاني والذي شاركنا بإنتاجاتها في المعرض الدولي للكتاب في الرواق الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهنا أريد أن أشيد بالشاركة التي تجمع المجلس بالأكاديمية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأكاديمية حيث حبي تلاميذ ديالنا اللي خدناهم لمعرض الوطني للكتاب بمساحة زمنية مهمة عرضوا من خلالها كل ما حضروه من أنشطة ثمية وإبداعية كذلك في المؤسسة كين هناك وهذه المناقشة هي مناقشة مهمة وكذلك المخيم الحضاري الذي نقيمه في إعدادية تريفة وهنا نريد أن نختم بواحد تجربة مهمة تجربة اللي قمنا في واحد المؤسسة تعليمية واللي كانت مهمة وهي أنه خدنا مجموعة بين قصين مجموعة الأسبال وحطناها في المدخل بين المؤسسة التعليمية وشهنا لها الكاميرا ومجموعة الأفداء ومجموعة الأفداء كانوا أمام الكاميرا وكانوا استشلوا هذه الوضعية ثم نمشنا للسحة وقلبنا هذه الأداء التي فيهم الإنبات أستاذ بن فارس حاول تركز لنا ختام الحلقة؟ نعم بقينا غير جزاء غير أليا فقلبناهم وقلنا نشوف السلوكات لأننا نحن رأي السلوكات ومشينا قلنا نشوف السلوكات ديالها التعليم فالجريبة وهي كانت أننا نشوف هات السلوكات وكيف يتعامل الأطفال والتلاميذ مع هذه الوضعية فكان هناك عدد ذلك جمعنا هات الوليدات ودخلناهم الواحد القاحة وعطنا وورينا لهم السلوكات ديالهم عرضناها عليهم وكان حيوار وكان حيوار والأطور التعليمية والتربوية حضروا في النقاش الأطور التربوية والتعليمية اللي عندها علاقة مع التلاميذ حضروا في هذه النقاش ديالها طبيعة الحال حضروا النقاش وحضروا كذلك التلاميذ فإذا كانت مهمة وعطت نتائج مهمة لأن من تلك التجربة التلاميذ بقوا كيراعي والمؤسفة لهم يجمع أي نفايات يجمعها فإذا هذا هو اللي نبغي نكتبه لأنه ليس دائما المسائل الصفية لهذاك ولكن نبحث دائما عن أشياء إبداعية لكي نمروا وكما قلت تراكم باقي البرنامج في بدايته ويعني مطلوب تطويره سنة مور أخرى نختموه مع الأستاذ يعني مطلوب تطويره سنة مور أخرى نختموه مع الأستاذ عبدالقادر بوتشيش نهاية السنة تقييم برنامج تنشيطي لتقييم هذه السنة من تنزيل برنامج تسامح المواطنة داخل وسط كيف أولاً وتانياً أنتم كمتتبع كيف تنظرون إلى السنة القادمة كيف الأمور تطور لا منحية العدد المؤسسات المشاركة لا منحية التيماتيك المواضع سأختم بجملة صغيرة ستحمل معاني كبيرة نحن كأكاديمية جهوية التربية والتكوين نصيره في الطريق الصحيح من أجل تعميم هذا البرنامج على المؤسسات التعليمية وفق الإمكانات المتاحة بالنسبة لنا الأكاديمية يعني والشركة أنت وعنا والمديريات والمؤسسات نقوموا بعمل الأهداف يعني اللي كانت نتخوهم هذا البرنامج هذا هو بالنسبة لي التقييم أو الدو إذا سمحت لي السيحية في ثلاثين ثانية خارج الموضوع يجب أن أتمنى تلميذات والتلميذ الذين يجتازون البكالوريا المبكالوريا في هذه اللحظة وأتمنى له التوفيق والزداد ويحصلوا على البكالوريا وتكون لديهم موفقة إن شاء الله إن شاء الله والاتحال و يُحقوا هذه الأمانة والمعابة نعم 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 نعم